ده غدا خلي بالك شكله ايه الغدا شكله سؤال انا عايز اعرف بس 3300 كالوري ده اللي هو ايه هنا بقى لا هو انت تاكله كله في الغدا يعني مش داكله الغدا 3300 دول هتاكلهم في اليوم كله حضرتك كله حضرتك طب يعني مثلا انا حسن بقول لي يا سيد احنا قلنا انا 1450 اه على اعتبار المسبق الله الله ده سمك ده صح اه على فكرة السمك ده سمك صانية في الفرن من غير ولا دهون من غير ولا دهون طب يعني مثلا حتة زينا اللي خدتها دي دي اصلا انا هكيد لحظة والله بيحرجني والله بيحرجني انا ما كنتش هيكل لا لا ازاي بقى مش عارفة بس لا 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 هو يعني جات على الحلقة دي ما تاكليش اصلا لان الحلقة الوحيدة اللي عايزكي تاكل فيها هنبي ما تفكريني هنبي ما تفكريني حتة زي السمك اللي خدناها دي كم كالرية دي ممكن تلاقيها مسلا مية تاريب طبعا موقع كل مية الحتة دي مية كالرية والله العظيم طخف العظيم بقى لو كنت والله العظيم ما باكذب حلوة عشان ساعات اه لا تعمل تيستي طبعا بس انا مش حاسي مش عارفة حاسي باك الهوان لا لا ما خدتش مية كده اها لا انت خدت حتة نونة انا خدت خمسة وتلاتين ايه سؤال بس ليه طب ليه هذه هي جود ثانية واحدة في حاجة اسمها جود كالوري اه يعني الكالوري كويس يعني تبقي حاسة انك بتاكل حاجة كويسة فيها اوماجا سري فيها طبعا فيها فيها كل الحاجات اللي ممكن فيها زنك فيها كل الحاجات اللي ممكن فيها بروتين حاجات اللي ممكن تدخل في المخيخ يعني اه صح؟ الزنك مهام في الاسود انت بتفسص بقى ابقى اشوف هي حطة ايه كسبرة كسبرة خضرة ربعليك ايه فيه شمك طب السؤال ده رز ولا فريق؟ ده رز ومسلوق مسلوق طب ايه معاقرفة المعلقة دي بقى ايه؟ اه بصي نص كباية الرز المسلوق فيها مية وثلاثين كالر اي رز؟ اي رز اه بص نكون معاقرفة غير سامنة اه مسلوق نص كباية رز نص كباية رز نص كباية رز نص كباية رز نص كباية ايه؟ اه يعني مش ديه؟ لا مش ديه مكيلو يعني مية كده يعني؟ اه عارفة كباية الزباية الصغيرة؟ هسهل عليك يا قوي عارفة كباية الزباية الصغيرة؟ ادهها بالضبط دي النص ديه ادهها بالضبط قبل ما يطبخ؟ او بعد ما يطبخ؟ قبل ما يطبخ يبقى حلة في ايه؟ في انت هتغزق شكلك يعني لما اكل رز هاكل قد كده هتكتني تعصبني بقى؟ لا لا خالص هتكتني تعصبني؟ ده ما فيهوش متنمم نعم ده في حلة الرز يا اس اس مفيش الحتة اللي بتدري نا الرز مش كده رز مش لازم ها رز السمك رز السمك ماينزلش الحتة نا رز السمك داو عامله كده بإيدك يسقل أبيض مع الشمك المشوي وقلق كده ثانية واحدة بقى حلة الرز أنا بعمله كده طبعا ستات البيوت الكويسين المحترمين بيعملو في الحلة لكن الناس الخيبين شوية زي هيعملو في حلة الرز حلة اسمها حلة الرز حلة الرز دي وعلى فكرة أنا كنت فاهمة أنها قصة رخيصة جدا وبتبع في كل السوفور ماركتس وبالوقتي لقيتها عند البقيل كمان حلة الرز حلة الرز احفظوا بقى احفظوا عشان ما تكسفوناش خلاص حلة الرز دي بيتعمل فيها الرز يتحط فيه قرفة أنا بحب مثلا تعمل قرفة طيب بحط فيها القرفة بحط فيها الرز ويتعمل فيه ويبدر سخن لغاية لما تعملي فيه ايوه عمالي انت ايه حطتي روز كلا بس مقرز ومية بس مية زي العادي اه بالضبط مقرز ومية يتسلق هو الواحده وتقومي حتى المية بقى دي تقومي حتى فيها القرفة والملح بتاعي كل حاجة انت عايزاك اي فليفر انت عايزاك حطي زعتر وحطي كمون وحطي كل الحاجات بتاعتها حطيها في المية بتاعتها شكرا شكرا شكرا